بالمناسبة، اللي كنت لسه بقولك عليه من شوية فكرة إنه اللعيبة اللي بتخرج تحديداً من مصر لأوروبا وترجع على طول بترجع للسببين اللي قالهم روي فيتوريا يا إما ما عارفش يتأقلم في الحياة هناك بسبب اللغة وتفاصيل أخرى يا إما مبسوط في مصر مبسوط بالحال في مصر، مبسوط بالشعبية والجماهلية والفروس الكتير اللي بياخدها فأنا إلي خانيني ألعب في أوروبا عايزة أجيب لكم دلوقتي اللعيبة اللي خرجت من مصر لأوروبا ورجعت لمصر تاني كوميتها التسوقية قالت قد إيه والعكس صحيح اللعيبة اللي خرجت من مصر وفضلت في أوروبا كوميتها التسوقية ارتفعت قد إيه عشان بس بعض اللعيبة ما تفهمش التفاصيل دي هي بتبقى متصورة فقط إن أنا هاخد هنا مليون دولار يعني مثلاً يعني وهاخد هناك مليون دولار فخليني هنا لا، الموضوع بيختلف أنت ممكن تاخد مليون دولار هنا بس لو فضلت في أوروبا شوية مليون دولار دول ممكن يبقى عشرة، ممكن يبقى عشرين، ممكن يبقى مية تعال نشوف الأرقام بص مثلاً على سبيل المثال أحمد ياسر ريان كان قيمته التسوقية في أوروبا مية واربعين أو عفواً واحد مليون يورو وربعمائة ألف جنيه ده يورو عفواً ده كان أحمد ياسر ريان لما جيه هنا بقى لما جيه هنا مصر نزلت القيمة التسوقية الواحد فاصل عشرين مليون يورو ده كان لما جيه مصر قلت شوية، هو كان محترف في البرتغاني انت عارفين قلت شوية، بس عشان هو كمان ما عادش كتير في أوروبا طبعاً صبحي، لو راح الدول الإنجليزي كان مكسر الدنيا، مفروط أو كنا متوسمين في أنه يكسر الدنيا كان قيمته التسوقية في إنجلترا سبعة مليون يورو لما جيه هنا مصر بقى تقيمته التسوقية تلاتة مليون يورو إمام عشور، اللي ملحاش برضو في ميتلند الدنماركي كان 2.5 مليون يورو وفي أوروبا رجع، بقت كمتو التسوقية ومكسر الدنيا مع الأهل واللعب العظيم والخناق أهلي وزمالك ومنتخب كمتو التسوقية نزلت ل2 مليون يورو عمر وردة كانت كمتو التسوقية 2.5 مليون يورو طبعاً لما جيه مصر ورجع تاني وعارفين كمتو التسوقية عمر وردة كلها بقت مليون يورو ووسم مصر تاني بسرعة يعني محمود كهربا لما كان في أوروبا من كم سنة كان كمتو التسوقية 1.20 مليون يورو ونزلت كمتو التسوقية ل800 ألف يورو لما جيه مصر طيب في المنازب أحمد ياسر راين كان محترف في تركيا مش في البرتغال عفواً يعني طيب اللي استمروا يعني استمروا في أوروبا بص بقى الفرق مصطفى محمد كان خارج من مصر كمتو التسوقية 2.5 مليون يورو بقى دلوقتي كان 9 مليون يورو محمد النني خد بالك أنا بكلمك من 2020 محمد النني في 2020 كان 5 مليون يورو ووسم ل 6 مليون يورو هتقول لي ايه ده محمد النني في أرسنال ورقم قليل كده ده لا علاقة بالمشاركات وبالسن وبتقدم العمر يعني مثلا من قبل 2020 كانت كمتو التسوقية أكتر من كده بكتير بس طبيعة الحال اللي عيب في أوروبا عندنا على فكرة بالعكس احنا هنا في مصر كل ما العيب يكبر كل ما فلوسه بتعلى في أوروبا لا كل ما بتكبر في السن كمتك التسوقية بتقل وده الطبيعة يعني المفروض يعني عمر مرموش من 400 ألف يورو ل 6 مليون يورو محمود حسن تريسجيه محمود حسن تريسجيه من 8 مليون يورو ل 10 مليون يورو ده الفرق في تاني كفاية دول كفاية دول كفاية دول طيب أرجوكم سيبوا اللعيبة تحترف وأرجو اللعيبة نفسها أنها تفهم أنها لما تكمل في أوروبا المليون دولار اللي بيبقى فرحان بيوم هنا بقول مثلا ما بيخدش مليون دولار بالأجنبي يعني بياخد بالمصر بس نقول مثلا لوها بياخد 30 مليون جنيه مثلا هتروح تناك يبقوا كتير قوي قوي بص على صلاح يعني ربنا يزيده ويزيد كل اللعيبة المحترفة ما احنا عايزين لعيبة محترفة ويكونوا بياخدوا أرقام كبيرة جدا بس بيتبص تحت ريلاك دايما يعني